هسألك في الجزئية دايما كان يتقال على ميسي وكريسانو نالدو في جملة شهيرة أوي يقولك ميسي لعب موهوب جداً كريسانو نالدو لعب مصنوع الاتنين أساطير مفيش خلاف بس يقولك ده اكتهت جداً واشتغل على نفسه وعشان يبقى من المستوى ده وميسي كده كده موهوب بالفترة مين موهوب ومين مصنوع مصطفى الشبير ومحمد صبحي الاتنين عندهم الموهوب الاتنين عندهم الموهوب بتهيأ لنا في الفترات الصابقة كان محمد صبحي إنما الاتنين عندهم الموهبة وعندهم موهبة كويسة جداً تسمح لهم أن نلعبوا لناديين كبار أنت بتتكلم في النادي الزمالك وفي النادي الأهلي ناديين مش أي حارس مرمى يستحملوا الدغوط الجمهورية اللي يلعبوا فيهم مش أي حارس مرمى يقدر يشتغل مع تيم كبير زي نادي الزمالك أو النادي الأهلي لأن الخطأ الواحد في الناديين دول بيكلف فطولة مش بيكلف مباراة و3 نقاط ولا كلام من ده صحيح لا الحارس منهم بيفضل يشتغل 90 دقيقة على فرصة واحدة إنقاذ واحد صحيح إما يكون هو البطل ويحصد 3 نقاط أو يحصد البطولة للنادي بتاعه إما يكون هو السبب في خروج النادي بتاعه أو خسارته البطولة فطبعاً ده موضوع لا مهم جداً أن حارسين يوصلوا هذه المرحلة اللي لعبوا لناديين كبار إذا كان في الدوري أو في أفريقيا لا طبعاً يستهلوا للأثنين موجودين عندهم موهي